تحركات اماراتية على مستويات عدة اصفرت عن انهاء واحدة من اكثر الازمات تعقيدا في القارة الافريقية فبعد عشرين عاما من القطيعة وقعت اثيوبيا واريتريا اتفاقا للسلام بينهما يحمل اسم اعلان سلام وصداقة مشترك لانهاء حالة الحرب رسميا وتضمن الاعلان خمسة بنود رئيسية تنص على اعلان نهاية الحرب بين البلدين والتبشير بعهد جديد من السلام والتعاون في مختلف المجالات بالاضافة الى استئناف رحلات النقل والتجارة والاتصالات والعلاقات الدبلوماسية وتنفيذ قرار ترسيم الحدود وضمان السلام والتنمية والتعاون الاقليميين تقارير عدة اشرت الى ان هذا التوقيع جاء ثمرة لجهود الامارات على رأسها ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان على مدار الشهرين الماضيين ففي التاسع عشر من مايو الماضي استضاف الشيخ محمد بن زايد رئيس الوذراء الاتيوبي ابي احمد في ابو ظبي لبحث عدد من القضايا الاقليمية كان من بينها ملف التوتر بين اسمراء وادسابابا وبعد اقل من شهر وتحديدا في الخامس عشر من يونيو الماضي تكرر اللقاء لكن هذه المرة في ادسابابا وشهدت الزيارة بحث مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية وبعد ثمانية عشر يوما فقط من محدثات ادسابابا اي في الثالث من يوليو الجاري استقبل شيخ محمد بن زايد رئيس اريتريا اسياس افرقي في ابو ظبي ولم تكت تمر خمسة ايام على لقاء بن زايد وافرقي حتى ظهر مشهد رئيسي الدولتين المتحاربتين منذ عشرين عاما يتعانقان امام عدسات الكاميرات اذانا بفتح صفحة جديدة من العلاقات بينهما تحركة ابو ظبي لم تقتصر على ملف ايتيوبيا واريتريا فحسب بل كان لها دور في تعزيز العلاقات بين مصر واثيوبيا وبناء عليه تمت زيارة ابي احمد الناجحة الى مصر والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين البلدين وضمان حصة القاهرة في مياه نهر النيل ترجمة نانسي قنقر